أين يبدأ الكلام في المالية العامة والنظام الضرائبي في لبنان؟ فالجحيم الضرائبية للطبقات الفقيرة والوسطى تصبح أبرخوصة لدى الأثرياء في بلد يرزح تحت مليارات الدين على سبيل المثال للخصر قررت السلطة لدينا تصنيف اليخوط بالأحجام لتعفل كبيرة منها من ضريبة القيمة المضافة في الوقت عينه تراكم الدولة كماً كبيراً من الضرائب بعضها أشبه بالمصحة من أيام الانتداب كرسم بدل العلف للضباط الذي ألغي عام 96 فقط وهو يعود إلى زمن كان لكل ضابط حصان بحاجة إلى علف بعض الرسوم الأخرى لا تزال قيد الجباية على الرغم من أن الزمن قد تخطاها كرسم التعمير الذي عمل به لإعادة الأعمار بعد الزلزال الذي ضرب لبنان عام 56 ولا نزل ندفعه إضافة إلى غيره من الضرائب والرسوم التي توسع الهوى بين الفقراء والأغنياء عوضاً من ردمها كما يؤكد مدير المحاسبة السابق في وزارة المال أمين صالح إشغال الأملاكة الأمومية رسم فيها رسم رسم زهيد جداً يعني القانون أبيح للدولة أنه تأجر الأملاكة العامة قصة الأملاكة العمومية والبحرية ودنو معها خبر أن الرسم 10 ألاف ليرة على كل متر مربع على أن لا يتجاوز الرسم الخمسة مليون ليرة أنا أذهلت أنه معقول الأعلى خمس ملايين لو أحد أخذ متر ولو أحد أخذ 10 ألاف متر أنا بس لفتن أنت عم تعدد الضرائب في ضريبة على الصيد على الصيد؟ السلاح الصيد على السلاح الصيد على السلاح الصيد بس ما هو الصيد ممنوع كله مين؟ مين؟ رسوم الأحراج رسوم الأحراج بأي معنى؟ يعني إذا أنت بدك تطلع على الأحراج تأخذ حطا بتأخذ كذا تعمل كذا إذا بك تفوت هناك بدفعوك رسم مع أنه هذا لازم صار بخالف للبيئة يعني في كثير من هذه الرسوم يجب أن تلقى خلاص عندي رسوم إدارية 26 رسم كمان 26 رسم يعني الإخراج الآلي على رسم وصورة التذكرة على الهدم والهوية على رسم ودخول المسافرين وخروج المسافرين واكتروا وبقدر بعطيك هو قيمة زهيدة جدا هو بيعرق له العمل عمل المواطن وعمل الإدارة ولا ينتجون بالنسبة إلى خزينات الدول فاليوم تلغى هذه الضرائب الزهيدة المفروض تلغى 55 رسما وضريبة في لبنان يؤكد صالح أن لا لزومة إلى أكثر من 12 منها على أن ترفع الضرائب المتبقية بعد إعادة النظر في الشرائح الاجتماعية التي تصاب من جرائها غير أن فضائح المالية العامة بعيدة كل البعد عن توجه إصلاحي كهذا بحساباتنا بحسابات الدولة مكتوب شو مكتوب؟ الأموال المختلسة وفروقات الصنبوط مش جيبة أنا من عنده من الحسابات؟ مكتوب اسمه حساب هاي حساب اسمه هاي كذا 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 مكتوب هاي شو بتقول لي برداني يابي مكتوب؟ هيدا هذا الكتاب؟ بحسابات الدولة شيء اسمه اسمه تصميم المحاسب العام لحسابات الدولة بالحسابات في كل فتورة فضيحة كضريبة القيمة المضافة على الرسوم المفروضة على فواتير الكهرباء أي هي ضريبة على الضريبة نظام ضرائبي صباق شرعيته تأتي فقط من الرضوخ الشعبي له تماما كشرعية أداء السلطة في كل فساد وآخره ملف النفايات جرسا قناة الجديد موسيقى